سنذهب الروايدة إلى محافظة الفيوم في مصر حيث يقع متحف لفن الكاريكاتير داخل قرية رفية صغيرة يوثق فن الكاريكاتير الذي يرتبط بظهور الصحافة وكان شاهدا ومعبرا على جميع التغيرات الاجتماعية والسياسية طوال العقود هذا المتحف تحول أيضا إلى مركز ثقافي وفني متخصص بهدف للحفاظ على تنمية أجيال جديدة من رسامي هذا الفن الساخر من صعيد مصر جاء مصطفى وهو رسام كاريكاتير ناشئ لقضاء منحة فنية يستطيع من خلالها سقل مهاراته وتطويرها وهي فرصة يوفرها هذا المتحف المتخصص في فن الكاريكاتير والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط أحب الكاريكاتير علشان هو فن يعني أنا أحب أرسمه كثير فبحث أنه يعني 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 بيبقى مش بيأخذ وقت معي وكمان أنا ممارس لي كثير فتلاقيني بشتغل حلوي يعني برسم الناس بسرعة وبشكلها حلوي وطبعا أنا يعني نفسي ورده وشغلي يوصل للنور والناس تعرفني أكثر ويبقى معروف الوسط الفني أكثر يضم المتحف أكثر من خمسمائة عمل أصلي لكبار رسامي الكاريكاتير في مصر ويؤرخ للحقب الزمنية المتعاقبة والتي تطور خلالها هذا الفن وافتتح عام 2009 ليتحول إلى مركز ثقافي وفني ينظم العديد من المسابقات والفعاليات المتخصصة طوال العام المكان اللي انت تبقى فيه تبقى إيجابي إيجابي للمحيط بتاعك ودير سالة احنا بنحاول نقديها بشكل كويس نحن بنعمل أنشطة كتيرة مع الأطفال ليعلاقة بالبيئة ليعلاقة بالفن نحن نحاول نبقى مؤسرين مع شباب الفنانين المصريين نستضيفهم يعملوا ورش فنية يعملوا إقامات فنية نسعيدهم في المعارض يجاور المتحف بحيرة قارون في محافظة الفيوم داخل قرية تونس واختار مؤسسه الفنان التشكيلي محمد عبل هذا الموقع بهدف كسر المركزية الثقافية التي تحظى بها العاصمة ومستفيدا أيضا من شهرة القرية والتي تحتضن العشرات من فناني الخزف بالإضافة إلى توثيقه لتاريخ فن الكاريكاتير في مصر تحول هذا المتحف إلى مركز ثقافي ووجهة مفضلة للفنانين التشكيليين وعامل جذب سياحي يسهم في التنمية الاقتصادية والحضرية لأهالي قرية تونس من محافظة الفيوم أحمد حسين العربي من عمان ينضم إلينا سيد عماد حجاج رسام كاريكاتير في صحيفة العربي الجديد أهلا وسلم بك سيد عماد لنتعرف معك أكثر على فن أهلا بك لن أسمعك هل تسمعه محمد؟ أنا لأسمعه أنا لا أسمعه يبدو أن هناك خطأ معي أهلا بك سيد عماد أهلا بك أسمعك الآن لنتعرف معك أكثر على فن الكاريكاتير هذا الفن الذي كان شاهدا منذ ورادة الصحافة على تغيرات سياسية واجتماعية عديدة هل ولد هذا الفن ليكون ساخرا فقط؟ أعتقد نعم فن الكاريكاتير هو فن ساخر بالضرورة هو فن ربما من قديم قدمة فن قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته أو يعني السخرية شيء أصيل في الإنسان وبالهذا كان الكاريكاتير فن حاضر دائما هو مقارنة بفنون البصرية الأخرى ربما كان مرتبطا بالصحافة لكن الفن الساخر بمفهومه أو إطاره العام هو فن ممتد وقديم بالعالمين العربي الكاريكاتير من أقرب الفنون إلى نبض الشارع العربي من أكثر الفنون تأثيرا في شعوب المنطقة وأحيي هذه المبادرة إقامة متحف خاص للكاريكاتير في قرية تونس في الفيوم في مصر سيدة مادة عادة المتاحف تقام لتقدير الفنون التي تدخل مراحلها المتقدمة سنا اليوم هل يواكب فن الكاريكاتير العصر من ناحية حضورها على منصات التواصل حضورها حتى على مستوى الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور التي أصبحت اليوم تدخل في عالم الفن بشكل مباشر هل برأيك هذا الفن يستطيع مواكبة تقدم العصر السريع جدا؟ أكثر ما يميز فن الكاريكاتير بأنه فن هجين بطبيعته فن يرتبط بالصحافة، يرتبط بالفن، يرتبط بالسياسة فن الكاريكاتير يتأثر ويتطور بسرعة أجمل ما في متحف الكاريكاتير بأنك عندما تطالع رسومات الكاريكاتير التي رسمها وأسلافنا قبل مئة عام وتطالع ما بعدها من رسومات ستجد تطورا في الفنون الطباعية التي استخدمها رسمون الكاريكاتير على مرأة العصور من فنون الحبر الصيني والألوان المائية وأقلام الرصاص إلى عالم كما ذكرت حضرتك تقنيات الفوتوشوب واستخدام الآيباد وتقنيات لكن أبعد من ذلك سيد عماد هناك أنظمة دكاء اصطناعي الآن متطورة جدا يعني البعض يتخوف على أعماله وهنا نسأل عن الفنانين بالتحديد لأن قدرة هذه الأنظمة على صنع المحتوى الديجيتل هي كبيرة جدا فهل هذا يؤثر على تراجع فن الكاريكاتير بالتحديد؟ أظن أن هذا سؤالك دعينا نتكلم بواقعي أنا فنان أتشرف كوني رسام كاريكاتير وفنان رقمي منغمس جدا في عملية تطوير فن الكاريكاتير وإدخاله في العالم الرقمي ما يحدث الآن من كلام كثير عن الذكاء الاصطناعي وتحديدا في مجال إنتاج المحتوى البصري وتحديدا في مجال الكاريكاتير أعتقد فيه شيء من الخوف المبالغ به أولا أعتقد بأن الذكاء الصناعي يجب النظر له كشيء يضاف لقيمة فن الكاريكاتير لا شيء يمكن أن يهدد فنان الكاريكاتير بنظرة عميقة لشيء مثل الذكاء الاصطناعي أولا هو شيء لم يأخذ شكله نهائي فمن الصعب الحكم عليه ثانيا أعتقد بنظرة واقعية بأن فنان الكاريكاتير المستوعب لتقنيات الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي لن يأخذ مكانه لكن فنان الكاريكاتير الذي يستوعب الذكاء الصناعي سيكون أكثر قدرة على البقاء والإبداع الذكاء الصناعي لا أنكر بأنه يخلق أشكال وتحديات جديدة لكن في النهاية سيكون أداء من أدوات رسام الكاريكاتير الذي يستوعب آليات ومبدأ الذكاء الصناعي سيد أماد عندما نتحدث عن الصحافة حتى بدأت الصحافة تدخل في مفهوم مختلف عن الصحافة ما قبل هل نصل إلى مرحلة يصبح فن الكاريكاتير منفصلا يملك صيغته الخاصة حكايته الخاصة في نقل الأخبار والتعبيد عن الأراء بعيدا عن عالم الصحافة يعني هناك من يقول عن فن الكاريكاتير بأنه من الفنون الناجية من الصحافة هناك العديد من الفنون الصحفية التي يمكن أن نعتبرها قد انقرضت فالكاريكاتير يعني يصب بأنه بأحد الفنون الصحفية الناجية كونه فن بسيط بصري لا يحتاج أحيانا إلى القدرة على القراءة حتى تفهم الفكرة هو بطبيعته لغة بصرية كالموسيقى يمكن فهمها وتناقل الأفكار من خلالها أعتقد أن الكاريكاتير بهذا المفهوم سيبقى فنا باقيا وإن ظهر بتجليات مختلفة من عصر لآخر وأخذ تفاصيل العصور يعني أجدادنا كانوا يشاهدون الكاريكاتير في مطبوعات ورقية قديمة الآن نشاهد الكاريكاتير من خلال منصات من خلال الهواتف الذكية من خلال الأجهزة اللوحية لكن مفهوم الكاريكاتير وفكرته ستبقى واحدة سنبتسم كل صباح على التقاطة مدهشة مضحكة رسمها رسام يعيش بيننا الأطرف أيضا في جانب الكاريكاتير بأن هناك قيمة زمنية رائعة عندما تشاهد ما رسمه رسام كاريكاتير على مشكلة ما قبل مئة عام وما زال هذا الكاريكاتير ينطبق على واقعنا الحالي فهذه قيمة مضافة لهذا الفن الفريد والمميز شكل سريع سيد عمادة مع تراجع الإقبال على ليس فقط الإقبال الصحافة الورقية تراجعت بشكل عام إصدارات هذه الصحف بشكل ورقي هل هذا أثر على الإقبال أيضا على فن الكاريكاتير برأيك؟ نعم أثر بصورة أو بأخرى هناك مدارس خلينا نقول تأثر بشكل مؤكد رسموا الكاريكاتير في طريقة إيجاد حواضن لهم أو إيجاد عمل بكل بساطة لأن الحاضنة الطبيعية لرسم الكاريكاتير هي مؤسسة صحفية تنشر رسماته لكن كما ذكرت فنانو الكاريكاتير على رغم التحديات الكثيرة التي يواجهونها بظروف الصحافة الورقية الصعبة إلا أن المنابر الجديدة لهذا الفن يعني توفر وتفتح آفاق جديدة أمامهم نجد الآن الكثير من الرسمين الكاريكاتير يرسمون مثلا من خلال الفضائيات نجد من يوظف عالم الرسوم المتحركة أو تحريك الكاريكاتير كطريقة من طرق تطوير فن الكاريكاتير ونحن دائما نتابع رسوماتك استدعي مادة حجاج رسامة الكاريكاتير كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة